ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الاجتماع الاعتيادية الأسبوعي لمجلس الوزراء والذي عقد اليوم بقصر الكضيبية في بداية الاجتماع أشار المجلس إلى النهج الإنساني الذي تتبناه مملكة البحرين في المقوف مع الدول الشقيقة والصديقة في مختلف المواقف والظروف وفق رؤى وتوجهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه في هذا الشأن وآخرها ما تفضل به جلالته أيده الله من توجيه بتقديم مساعدات إنسانية إغاثية عاجلة إلى ضحايا الفيضانات والسيول التي اشتاحت عدة مناطق شرق ليبيا معربا عن أصدق تعازيهم واساته إلى دولة ليبيا الشقيقة في ضحايا الفيضانات والسيول وعن تمنيته للمصابين بالشفاء العاجل وعودة المفقودين إلى مناطقهم السالمين فيما تابع المجلس ما اتخذته الجهة المعنية من إجراءات تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه بتقديم مساعدات إغاثية عاجلة إلى المتضررين من الزلزال في المملكة المغربية الشقيقة ثم أكد المجلس على أهمية الزيارة الرسمية التي قام بها صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله إلى الولايات المتحدة الأمريكية الصريقة ونتائج اللقاءات التي أجرها سموه مع كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية مشيرا إلى أن العلاقات الاستراتيجية التاريخية البحرينية الأمريكية تشهد تقدما نوعيا بتوقيع الاتفاقية الشاملة للتكامل الأمني والازدهار لما تمثله هذه الاتفاقية من مرتكز ثابت لدفع التعاون نحو مزيد من التكامل في شتى المجالات خاصة في المجال الأمني والعسكري والتكنولوجيا الحديثة والتجارة والاستثمار وتسهم في تقوية المنظومة الأمنية والاقتصادية للمنطقة بما يفتح مسارات أوسع للتنمية واطلع المجلس على تقرير بشأن زيارة سموها الرسمية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدها رحب المجلس بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة بالتنسيق مع سلطنة عمان الشقيقة بتوجيه دعوة لوفد من صنعاء لزيارة الرياض لاستكمال اللقاءات والنقاشات نحو وقف شامل ودائم لإطلاق النار في جمهورية اليمنية وتعزيز الهدنة الإنسانية وتوسيعها وبحث التوصل إلى حل سياسي مستدام ومقبول من الأطراف اليمنية كافة برعاية الأمم المتحدة مجددا موقف مملكة البحرين الداعم للمبادرة السعودية المعلنة مارس 2021 كما هنأ مجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة ملكا وحكومة وشعبا باليوم الوطني للمملكة العربية السعودية الشقيقة مشيدا بما حققته من مجزات كبيرة في مختلف مجالات التنمية بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز السعود عاهل المملكة العربية السعودية ودعم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز السعود ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة بعد ذلك أكد المجلس على نهج مملكة البحرين القائم على تعزيز السلام وصولا إلى الأهداف التي يلتقي حولها الجميع في ضمان الأمن والاستقرار وتكريس التعايش على الصعيد الإقليمي والعالمي وذلك في معرض تنويه المجلس باليوم الدولي للسلام بعدها قرر المجلس مايالي أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوزن المالي بشأن نتائج الإقفال نصف السنوي للوزارات والجهة الحكومية للفترة المنتهية في الثلاثين من يونيو 2023 مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بإصدار الاشتراطات التنظيمية للتعمير بمختلف المناطق في مملكة البحرين مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية حول مشروع قرار بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون المباني مذكرة اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية حول مذكرة التفاهم بين وزارة الشئون الكهرباء والماء ووزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة للتعاون في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين وكالة أنباء البحرين والوكالة الوطنية المشتركة للأنباء ANSA مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين جامعة البحرين وجامعة السلطان قبوس في المجال الأكاديمي والبحثي مذكرة سعادة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استملاك عقار للمنفعة العامة والتطوير العمراني مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراحين برقبة واقتراح بقانون مقدمة من مجلس النواب ثم أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يليه الزيارة الرسمية التي قام بها سعادة وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب للمملكة العربية السعودية الشقيقة المشاركة في الاجتماع السادس والعشرين للجنة الوزراء المعنيين بشؤون البلديات في دول مجلس التعاون لدول خليج العربية المشاركة في قمة بودابست الديمغرافية الخامسة المشاركة في عدد من الاجتماعات الوزارية لدول مجلس التعاون لدول خليج العربية الخاصة بقطاعية التجارة والصناعة